أكدت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة على مواصلة جهودها لاستكمال خطتها الرمضانية بافتتاح ثلاثين مسجداً مع نهاية الشهر الفضيل في مختلف المناطق والضواحي بالإمارة لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لبناء هذه المساجد تقدر بمائة وستين مليون درهم وذلك استمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة لتسهيل وصول قاطنية الإمارة لبيوت الله وتيسير إقامة شعائرهم بكل خشوع ويسر واطمأنينة وتوفير الأجواء الإيمانية وكافة سبل الراحة واطمأنينة لمرتادي المساجد وتحرص الدائرة على جملة من اعتبارات لافتتاح المساجد منها الكثافة السكانية وتطور العمراني الذي تشهده المنطقة وحاجة قاطنيها لتوفير الأجواء الإيمانية لهم وكافة سبل الراحة واطمأنينة وذلك لما للمسجد من مكانة ودور في غرس القيم والأخلاق الإسلامية في المجتمع من خلال إقامة دروس المساجد وخطب الجمعة وحلقات التحفيظ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر